نفذت نيابة استئناف محافظة المهرة حكم الإعدام بحق شخصين على ذمة قضايا جنائية في ساحة السجن المركزي بمدينة الغيظة وقال رئيس نيابة استئناف المهرة القاضي إبراهيم محمد زين إن عملية الإعدام التي نفذت جاءت بعد مصادقة المحكمة العليا واستجابة لمطالب ومطالبات أولياء الدم بتنفيذ الحكم وأشار إلى أن تنفيذ أحكام القصاص جاءت بعد توقف عملية الإعدام بالمحافظة منذ قرابة عشرين عاما بسبب تأخر المصادقة عليها من الرئاسة وتعطيل بعض دوائر القضاء